طيب دكتور أنا عايز بس نروح لنقطة مهمة جدا هي الإجراءات بتاعة القضية يعني سمعنا إن في ناس بتاعة واحدة تعرضت التحرش عملت محضر وما كانش فيه شهود جالها تليفون من نمرة غريبة والنمرة يعني ما سجلتش المكالمة والرقم ده غير مسجل طيب في هذه الحالة الست اللي تعرضت للتحرش وما فيش حد يصور بالتليفون ما فيش حد راح يشهد بس هي تعرضت فعلا لوقعة مؤسفة ما فيش دليل ملموس دلوقتي نقدر تتصرف ازاي ماشي في شارع ظل ما حد تعرض لها بالتحرش هتتصرف ازاي أنا أولا أحط إيدي في إيد حضرتك وانطمن كل من يتعرض لهذه الطائفة من الجرائم أولا بادر بالتبليغ لأن من شهرين ثلاثة الرئيس المصري برضو أصدر المرسوم بقانون أضاف المادة 113 اللي هي إخفاء بيانات المجنى عليها كنت لسه هسأل حضرتك عن سرية بقى المجنى عليه خلاص يا فندم خلاص ما حدش يعرف حدش يعرف واللي بيكشف البيانات ده بقى القام على التحقيق المحامي الموظف يعاقب عقوبة الجناية بيانات سرية تاني بقى يا فندم الحتة دي تاني بعد يعاقب عقوبة الجناية من يكشف البيانات البيانات سرية طب هروح بقى الحتة تأثبت إزاي لا رقابة بمعنى بسيط للسادة المشاهدين هقولها القاضي السلطة التقديرية للقاضي لا رقابة من محق يعني القاضي إحنا عندنا القضاء القضاء طبيعي بيضمن ضمانات التقاضي يعني اللي أخذ حكم عرف أن حكم عادي الليل لأن انت قاضي على درجات تأتي على قمة الهرم محكمة النقض مزبوط بترائب عندنا لوحة جميلة في القانون الجنائي معنوانة في كل كتاب بنقول فيها لا رقابة من محكمة النقض على قناعات محكمة الموضوع خرين يفسر وحضرتك صلح لي تتفضل السين من الناس تعرضت للتحرش من صاد فاختصمته في اسم الشرطة راحت للنيابة النيابة راحت قالت هو تعرضت للتحرش فدي جنحة فراحت رفعها للقاضي بس ما فيش دليل ملموس النيابة وجدته أو ما فيش شهود القاضي في هذه الحالة ما يستقر له قلبه من أوراق وشهادة المتحرش بها يتم اتخاذ القرار والعقوبة تجاه المتحرش مظبوط كده أطمن حضرتك طيب طب مين التشريع المصري بلغ ذروة الكمال التشريعي عشان محدش يمسكها علي بلغ ذروة الكمال التشريعي طيب ده نسبيته ازاي عارف حضرتك احنا أصدرنا قانون التقنية المعلومات الرقمية رقم 155 سنة 2018 شركة الاتصالات بتحتفظ بمكالمات حضرتك لمدة 6 شهور مظبوط طبيعي النيابة بمعرفة السيدة الأستاذة المستشارة المحامية العام بتخاطب الشركة هتولي وقت المكالمة دي بتجي إفادة خلاص بتكون دليل مادي خلي بال حضرتك أي سيدة تتعرض للتحرش يجوز لها تسجيل هذا الكلام بها تفعه ويجوز الاعتداد بالدليل المستخلص من الوسائل الإلكترونية لكن ما ذلت حتى نؤدي أمانة الاستشارة القانونية كاملة المشرع المصري كان يجب عليه لأنه هو جمع في المادة 306 مقرر كل الظروف المشددة وحطها مع بعض حتى أنه جمع تعددوا الجناه إذا الجريمة وقعت من تعدد الجناه وكان أحدهم يحمل سلاح بتبقى العقوبة من 7 إلى 5 ومش شرط أن يستخدم السلاح ومش شرط أن المجنة عليها تشوف السلاح ولكن أنا كنت رؤيتنا في مركز محوص ودرسات الجريمة زي ما قلت لحضرتك وسلمنا الكلام ده أن أقسم الظروف المشددة وأقول والله لو الظروف دي اجتمعت ياخد من 7 إلى 15 وإذا اجتمع الظرفين مع بعض أجمع الظروف المشددة